يدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمناً باهضاً اقتصادياً ومالياً بعد شهر من الحرب وعكست البيانات والأرقام الرسمية ذلك ففي أحداث البيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي تبين أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد أسبوعياً 2.3 مليار شيكل أي 600 مليون دولار أما أرقام وزارة المالية فتسجل عجزاً في الموازنة بقيمة 22.9 مليار شيكل أي 6 مليارات دولار في تشرين الأول الماضي إلى جانب تراجع الإيرادات بنسبة 15.2% الشهر الماضي وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية نحو 7.3 مليارات دولار خلال تشرين الأول أكتوبر فضلاً عن تأثر السياحة بصورة كبيرة وتقلص عدد رحلات الطيران وتضرر القطاع التكنولوجي والشركات الناشئة القوة الدافعة للاقتصاد الإسرائيلي يسعى البنك المركزي الإسرائيلي لدعم الشيكل كاشفاً عن بيع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي الشهر الماضي لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر